بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث والأخير في الوحدة السادسة تعريف العدد بأل عندما أريد أن أعرف العدد لدي ثلاثة أحكام الحكم الأول قالوا العدد الذي يأتي مضاف وما بعده مضاف إليه وهذا يأتي في الأعداد المفردة ويأتي في المئة والألف نحو كيف يعرف هذا العدد انظر معي سبع بقرات خمسة أيام قالوا في تعريفه يأتي على هذا النحو سبع البقرات خمسة الأيام إذن كيف نعرفه قالوا ندخل التعريف على المعدود إذن العدد الذي يأتي مضافا وما بعده يعرب مضاف إليه يأتي مفرد مضاف مفرد مجور مضاف إليه قالوا عند تعريفه فإني أدخل الأل على المعدود لا على العدد طيب كيف أعرف الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر مثلا ثلاث عشرة طالبا أو ثلاثة عشر طالبا وخمس عشرة ورقة كيف نعرفها قالوا بهذه الطريقة إذن لاحظوا معي أن الأل أقول الثلاثة عشر طالبا والخمس عشرة ورقة عرفت العدد هنا بإدخال أل قالوا إذن القاعدة فيها ندخل أل على الجزء الأول من العدد إذن القاعدة هنا أن ندخل أل على الجزء الأول من العدد طيب ماذا عن الأعداد المعطوفة من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين قالوا في هذه الحالة مثل واحد وعشرون طالبا ورأيت ثلاثة وأربعين علما انظر معي ما الذي حصل دخلت الأل في الجزء الأول ودخلت أيضا في الجزء الثاني وهنا دخلت في الجزء الأول والجزء الثاني إذن القاعدة في الأعداد المعطوفة نقول ندخل أل للتعريف على الطرفين اللي هي المعطوف والمعطوف عليه إذن دخلت الأل هنا عند التعريف على الطرفين العنصر الأخير في هذا الموضوع هو كيف تصاغ الأعداد على وزن فاعل كيف نصيغ منها وزن فاعل الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة مباشرة إذن نقول مباشرة تأتي على وزن فاعل واحد ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن إلى آخره إذن سهلة في نقلها على وزن فاعل أما الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر القاعدة فيها قالوا نأتي بالجزء الأول فقط على وزن فاعل الحادي عشر الثاني عشر السابع عشر التاسع عشر وغيرها أما الأعداد المعطوفة فقالوا الجزء الأول أيضا على وزن فاعل واحد وسبعون خامس وثمانون تاسع وتسعون إذن الأعداد المركبة والمعطوفة تشتركان في أن الجزء الأول منها يصاغ فقط يصاغ على وزن فاعل وهنا ننتهي إلى أو نأتي على آخر هذا الموضوع وهي الوحدة السادسة وينتهي باب أو الجزء المتعلق بالنحو نلقاكم إن شاء الله في الوحدة السابعة والتي هي بداية لموضوعات أخرى وجديدة في هذا المقرر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا